كيف تنظر على كارتيرو كرأية الشخصية لا يقنعني كمدريب يعني أنا كتعجبني في المدريب بالبرسوناليتي كتجوني الشخصية يعني المدريب هو الفيستير يعني المدريبي لما كانش متحكم في الفيستير وما كانش عدوه شخصية وشنا المشاكيلي يلقى كارتيرو مع الراجع دائما كان عندو مشاكيلي مع عدة لعبين ودائما كان كتدخل المكتب موسيري ومن هناك بدأت تخرج الأمور بين المدريب المدريب يقدر يعطيك المسائل التقنية أكيدة تكون عندك يقدر يعطيك المسائل البدانية ولكن الشخصية تلعب بضور كبير لأنه كان شي لاعبين ممكن لأنه يدخل لي أدي التور دياله ولكن يكون عندك مدريب مدريب قوي فكتولي الدوب للي فور دياله وكتعطيه بشكل كبير كنظر على أن الزمالك في اعتقادي أنا هي اللي صنعات كارتيرون ولكن هي اللي اعطت الكارتيرون ذيك الصورة الكبيرة لأن الزمالك التي نشوفها فالخطوط دياله جيد متكاملة وعدم محارس من المستوى العالي دفاع جيد وسط ميدان جوجة لاعبين اللي يعتبرون أحسن لاعبين في قارة إفريقية فرجاني ساسي وطارق حامد ثم خط الوجوم عندهم خط الوجوم سريع وسريع جدا في اعتقادي لأنه كنظر على الزمالك فارق محتري فارق كبير ما تأثر بشكل كبير براحي المدريب ويقدر يكون إيجابي بالنسبة للفارق يقدر يكون ذاك الوديكليك من الناحية الإيجابية إن عكس على فارق الزمالك كما قلت لك ربعة الفوروق عندهم الحوض وديرهم لأنهم يكونوا في مبارة نهائية وربعة الفوروق عندهم الحوض وديرهم لأنهم يفوزوا بالكأس وأي فارق من هذا الفوروق فاز بالكأس فما كنت تعتبر مفاجأة لأنهم فوروق يستحقوا وأنهم يكونوا في هذا الدور نصف النهائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر